هل تقول الكثير من الناس يشكون من الملل من كثرة الفراغ فبماذا تنصحون هؤلاء مأجورين؟ لا شك أن الملل قتل للنس وإفساد للبدل وجلب للهموم والعموم ومن أكبر أخبابه ما تسابق الناس عليه اليوم من جلب الخارمات في البيوت حتى أصدحت ربات البيوت ليس لهم شغل في البيت فتجد المرأة دائما في حمد تجلس في إحدى رضع البيت يعني زوايا البيت ليس لها إلا الحمد أو أن تخرج تتذكى في الأسواق أو إلى الجيران تتعبهم وتملهم ولو سلم الناس من هؤلاء الخدم وصارت المرأة هي التي تخدم في بيتها كما هو شأن نساء الصحابة في أهد الصحابة وكما هو شأن الناس إلى يوم هذا فكان هذا خيرا وأولى وفيه الحفاظ المرأة على ماله وحفاظه أيضا على عرضه وحفاظ أهله من الخواء الفكري والبدني ولهذا وبهذه المناسبة أنصروا إخوان المسلمين عن جلب الخدم إلا للضرورة القصوى التي لا يمكن جفرها إلا بذلك أما إذا كان الحامل على هذا زيادة الترف والتنعم فإن هذا يجب بلاء كثيرا وتحصل به مثال إلا أن يشاء الله ولسيما إذا جاءوا بمرأة كافرة فإن ذلك أكبر لأن المرأة الكافرة ربما يكون هناك أطفال يغترون بها وردما يكون هناك أطفال بل أو سن التميين فيتساءلون لماذا هذه لا تصلي ولا تتوضع ولا تصون ويحصل عندهم ويحصل في نقوصهم كوين الدين والعمل به ولسيما إذا لم يكنها محرم فإن الخطر يكون أعظم وأكبر والمهم أن هذه المشكلة في الواقع لا يمكن حلها إلا أن يتقلص الطلب على هؤلاء الخدم ويرجع الناس إلى حالهم الأولى إلا أن الضرورة القصة التي لا بد من وجود خادم فيها